فالزول يلجأ إلى الله يتضرع لله سبحانه وتعالى ما تلجأ للمخلوق ضعيف يا أخي أبلا أيام في الجريدة جايبين شيخ بتاع قاديرية طريقة سرقوا عربيته ما عرفوها إنت بتجيبه الغنماء عربية ما بتجيبه غنماء بتجيبه عربية ما بتجيبه بتاع السمانية سافر ليه تايلندا ولا هولندا بلد وجايبينه في النت مستقبلينه جاي من المطار أو من البلد التاني ما شاء ليه ليه علاج البرعي الدنيا قائمة وقاعدة ماتوا أين في المسيط مات في ساهرون مستشفى شيوخ يمرضوا ده لا نبز لا شتيمة كلام ده فيه نبز لا نبز لا شتيمة الشيخ يمرض بيودوا المستشفى والحوار يمرض يودوا يشربوا السكن ويبخروا بالورق ده الدين انت اذا بخراتكم حياتك دي من الدين وليست من الدين في شيء ما فعلها رسول الله نحن أعلم بالدين من النبي صلى الله عليه وسلم إذا بتنفع وبتعالج ليه بمشي المستشفى ليه ساوي قصيدة كاملة مصر المؤمنة ومن غير حقنة ومشرحة ليه ليه سافر مصر ليه يموت بالحصوة لذلك كل هذه الأمور فيها عبرة للناس لو اعتبروا لذلك العبد يلجأ إلى الله شيوخ ما عندهم شي لو عندهم شي كان كتلونا نحن بنتكلم فيه الليل ونهار لو بضروا وبينفعوا كان ضرنا نحن ما ف الزولة عاديتوا تكون فيه الله هاي ما عزولة الآن يقول للناس خلوا لأصنام أصنام حجارة المسلم يقول خلوا لأصنام واعبدوا الله أنا أقول للناس خلوا لأصنام الحجارة وأمسكوا في القباب القباب شنو؟ القباب ما حجارة أمرك أقول لهم خلوا حجارتكم دي وأمسكوا في حجارتنا دي قول لك تحيط صالح تحيط صالح أيها سلمنا جدلا ده صالح قال تعالى في القرآن ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا شوف الحكمة ذاته الله ما قال نبيين لأنه في ناس يعتقدوا في الصالحين ودي من حكمة القرآن من بلاغة القرآن أنه ما ترك شبهة إلا وأزالها ورد عليها كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما قال ابن عباس في الدين وليس في الفراش فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا نبي ما بيحمي مرته من الله تعالى فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين شكير رب العزة والجلال قال كلام واضح قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها قال وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ الناس دي لما بصدق القرآن أيزوا العقيد في البشر والله ما بصدق القرآن والله يقول القرآن ده كلام الله وأعظم كلام ويمكن يحفظ من الفاتحة للناس لكن والذي رفع السماء لا يصدق كلام الله لأنه انت ما ممكن تقول كلام الله صدق والله يقول لك مَا لَا يَنْفَعُكَ تقول له شيخي بإنفع ولا يضرك تقول له شيخي بضر انت ضد الله سبحانه وتعالى مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ أشان لدعلك كمون ولا حجاب ولا ودع ولا غير وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْرِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ وَأَيَمَا عَزْزُونَ لَوْمَا عَقِيدُتُ الْعَقِيدَةِ دِي العقيدة الصحيحة داب صوم بدع بساية لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين